من يزرع يحصد هذا المسأل الشعبي الذي نشأنا عليه كلنا وفي عالم الزراعة دائما هذه المعادلة هي رابحة فالزراعة هي الكنز الذي ينمو بزيد وهي من أهم أعمدة الاقتصاد السوري وأهم المقومات التي يرتكز عليها بهدف المبادرة والنهوض بالمرأة الريفية ودعمها وتمكينها الاقتصادي عبر مشاريع خاصة تسمح لها بضمان موقعها في النشاط الاقتصادي الوطني وضمان مستوى عيش كريم لها كانت المشاريع الريفية بالتعاون مع غرف الزراعة في سوريا يعني هيك أهم الخطوات تجاه تنمية قدرة المرأة السورية وتفعيل دورة في العملية التنموية للحديث أكثر عن مشاريع المرأة الريفية ضمن قطاع الزراعة بسعدنا أن نرحب بالأستاذي حيالي محمد مدير اتحاد الغرف الزراعية السورية يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح الخير وصباح الخير لجميع المشاهدين وبحب استغل هذه الفرصة للكم كل عام أنتم بخير ولسيدات سوريا كلها بألف خير بما أن حديثنا عن المرأة الريفية بمناسبتها بالمرأة العالمية تماما يسعد لي صباحك أستاذي خلينا نبدأ بالحكي عن واقع المرأة الريفية في سوريا خلينا نحكي شو عندها حقوق كيف نحنا مندعمها وشو منقدم لها تسهيلات لحتى نزيد الاقتصاد الوطني للمرأة الريفية المرأة الريفية بشكل عام كانت تشكل هي الركيزة الأساسية بتحقيق التنمية الريفية على مستوى الأرياف من خلال نسبة مساهمتها كنسبة الأيدي العاملة العاملة بالريف من خلال النشاطات التي كانت تشتغل فيها زراعية أو تصنيع غزائي أو حتى مهن حرافية للأسف جاءت الحرب الظالمة على سوريا وتضرر جزء كبير من الأرياف وكانت هذه الركيزة هي الأمور التي تضررت بشكل كبير للأسف مثل ما بنعرف صارت كثير من الأسر تعيلة نساء صارت كثير من الأسر تقريبا إذا بدنا نحكي تغير مكان إقامتها فضرر مصادر الدخل الأساسي إلى هذا الموضوع شكل ضغط كبير على المرأة الريفية وعلى الدور اللي لازم كانت تلعبه بالفترة لإعالة عوائلة من هون إجا الفكرة تبع اتحاد غرف الزراعة مع الشركاء تبعوا بتقديم هذا الدعم للمرأة الريفية كونه هي إذا فينا نسميه من الشريحة الأكتر حقا بالاستهداف هذه الفترة كونه مكون أساسي من مكونات المجتمع ولازم يتقدم للدعم الكبير من 2017 قمت بمشروع وحدات التصنيع الغذائية هذا المشروع كيف قدرتوا أنكم تخلوا أكبر قدر من النساء يستفيدوا منه وبنفس الوقت أنتم تحققوا الاستفادة لإلكون هلا مشروع وحدات التصنيع الغذائية بشكل عام هو من المشاريع اللي منعتبرها نوعا ما ناجحة كونه استهدفت العالم اللي صحه بالأماكن الصح هي مشاريع إجت فكرتها من فكرتين أساسيات الفكرة الأساسية الأولى كونه التصنيع الغذائي أو المونة هي جزء من التراث السوري بشكل عام والتراث الريف الشيء الثاني أنه نحن نعرف المواسم الزراعية في عندنا مواسم في زروة إنتاج يعني في أشهر معينة بيكون الإنتاج أكبر من الطلب بكتير فبيكون سعر هذه المنتجات الزراعية منخفت فدائما لما بيكون أنت المادة الأولية سعرها منخفت فتحقيق القيم المضافة لهذه المادة بيكون سهل وتحقق منفعة زمانية ومكانية لهذه السلعة جاء هذا الموضوع إلى حتى تنتص هذه الوحدات جزء من هذا الفائد الهدف الأول تحسين السعر للمزارع بيصير في إيراد أفضل والشيء الثاني هنا بيحقق قيمة مضافة لتصنيع هذه المنتجة إجت الفكرة تبع وحدات التصنيع من خلال مشاركة خمس نساء ريفيات بتقديم إلون مستلزمات جزئين من المستلزمات إذا فينا نقول مستلزمات سابتة ومستلزمات تشغيلية يعني جزء تشغيلة وجزء سابت السابت هي مجموعة أدوات بتخص التصنيع من أدوات تناجر فرامات طاولات للتجفيف موازين غازات يعني كل الأمور إلى علاقة بموضوع التصنيع الريفي والشيء التشغيلي هو عطيناهن ما يشغلون للفترة الأولى لتقليل الكلف يعني المواد إلى تمام هلا نحنا هذا المشروع هو مشروع بالشراكة بين برنامج الأغذية العالمي بين اتحاد غرف الزراعة وأكيد بإشراف بين الوزارة الزراعة والإصلاح الزراعة نعم فيما بعد كيفية المرأة أن هي تنضم لمشروعكم وتكسب هذا الدعم نحنا ذكرنا هنا خمس نساء رفيات استفادوا فقط هلا نحنا المشروع تحديدا بلش بال2017 بخمس وحدات على مستوى سوريا هلا أدي صار وكيف بينضموا لألكم السيدات هلا نحنا بلش بخمس وحدات على مستوى سوريا بال2017 صار في عملية توسع له نتيجة متابعتهم ونتيجة دراسة النجاح تبعهم وإذا فينا نقول الدروس المستقات اللي أخذناها من هذه التجربة وصعناهم لأربعين وحدة يعني بواقع ميتين أسرة مستفيدة المرحلة الثالثة وصلنا لسبعة وتسعين واحدة بواقع أربعمية وخمس وثمانين أسرة مستفيدة هلا المرحلة كل المرحلة اختلفت عن السابقة بأنه حاولنا نحسن العمل من ناحية المستلزمات المقدمة من ناحية الدعم الفني الشيء الأساسي والمهم أنه هاي الأسر أو هاي السيدات تقدم لهم دعم فني بشكل كبير من خلال دعم فني سميناه دورات مركزية قام فيه أكاديميين متخصصين لحتى أعطاؤنا أهم المواضيع أو الخبرة الفنية لتحقق لهم نجاحهم يعني مثل حساب الكلاف مثل كيف يعملوا سجل بالوحدة اللي يعرفوا أرباحهم والمواد اللي بيدخلوها على الوحدة الشيء الثاني كيف الاستخدام الأمثل للأمور المراعاة للأمور الصحية كون نحن نتعامل مع غزاء فالأمور الصحية هي الأساس فيه يعني المنتج الصحي النظيف هو الأساس في مواضيع التصمية تم يمكن حكيته بموضوع المنتجات يلي بتكون تالفة أو يلي بتتلب نتيجة يعني عوامل الطبيعة تمام هذول السيدات تقدم لهم جزء كبير من شيء اسمه الجودة للمواد الغزائية أو معايير الجودة كيف يقدروا يحافظوا على الفترة الأطول لهذا المنتج بشكله الطبيعي ودائما نحن نركز بالمنتجات الوحدات هي أنه يكون منتج خالي من أي مواد حافظة المنتج طبيعي مية بالمية الفكرة لمرحلة الدعم الثاني اللي تقدم لهم هو الدعم على مستوى وحداتهم كان فيه مشرف فني متخصص يشرف على مستوى الوحدات يقدم لهم الدعم الفني يكون مشرف على عمليات التصنيع اللي موجودة هلأ النتائج الحمد لله كانت جدا جيدة بالفترة الماضية كان فيه إنتاج جدا جيد كدراسات اقتصادية اللي منجرية عليهم فيه نسبة دخل جيدة تحقق للخمس عوائل وكوحدة كتركيبة داخلية كان فيه إدارة لهذه الوحدة يعني تقسم المهام بين السيدات حدا مسؤول عن إدارة الوحدة بشكل عام حدا مسؤول عن الإنتاج حدا مسؤول عن موضوع التسويق حدا مسؤول عن موضوع التوريد فكانت المهام متناغمة فيما بين حقيقة كانت تحدي بالفترة الأولى أنه نقدر نجمع خمس عوائل بعمل جماعي ونعرف نحن بالريف نوعا ما العمل الجماعي مو كتير محبب فكانت تحدي إلنا بنفس الوقت وكتير كنا سعادة بالنجاح اللي حقا وبكل المحافظات كانت كم محافظة كانت هي هذا المشروع حاليا بمشروع وحدات التصنيع مستهدفين ثمين محافظة تمام بس كامنا نسأل عن موضوع التسويق يعني كتير من هاي النساء فعلا هاي المواد الطبيعية فينا نقول مثل ما ذكرت حضرتك ما فيها مواد حافظة كتير قريبة من الأكلات اللي مناكلة عند إمهاتنا من ست البيت السورية يعني طالعة من سيء امرأة سورية ست بيت لكل المنازل السوريين كيف بيتسوق لقلب الطريقة الصحيحة لتصل للعالم وتاخد حقا كمان تمام مثل ما افضلت حضرتك حلقة التسويق هي من أهم الحلقات لدعم هاي المشاريع أكيد نحن كنا بكل محافظة لنا نشاطات بالتشارك مع شركائنا بالإضافة لا شيء خاص فينا يعني في صار في كتير معارض نعم المعارض لعرض منتجات هاي الأسر بيصير العالم تتعرف من خلال على هاي المنتجات ونحن بنعرف يعني في فينا شغلة خاصة إنه إذا تعودنا على منتج معين منصير نطلبه كل سينة من نفس الشخص يعني إنه مثلا بيريف من الصياف لنفرض دبس الرمان إنه أنت حبيت دبس الرمان من عند عائلة معينة بصير تطلبه بشكل كامل فهي المعارض عطى فرصة كبيرة لهذه المستفيدات إنه ربطهم بالسوق نتيجة إنه هن المتوزعين على قورة متباعدة فإنه نوجدوا بمراكز مدن أو نوجدوا بأماكن معينة صار في تعرف من خلال المستهلك على هذول الشيء الثاني في عنا محلات تجارية داخل أسواق المركزية صار في دعم لهذا الموضوع صار استجرار لهذه المواد وعرضها داخل هذه المحلات عم نحاول ندعم التسويق بشكل كبير مثل ما حكيت من خلال المعارض من خلال الأسواق التجارية من خلال الشيء الأساسي هو توحيد المواصف يعني نعطيهم ثقافة يقدروا يعرفوا شو هو معنى جودة المنتج وشو هو المنتج الأفضل تسويقا بالسوق من ناحية الحجم العبوات من ناحية الأنبلاج تبع العلبة يعني من ناحية الأزواق المستهلك إذا فينا نحك بالخطام ضمن المشاريع أيضا دعم القطن الوطني الفطر الفطر مكتوب عندي القطن دعم الفطر خلينا نحكي الفطر كمان بده درجة حرارة محددة ما بيطلع وينما كان خلينا نحكي نحنا كيف نقدر منقدم هذا الدعم وهي الخبرة تمام هلا بشكل عام الفطر المتعرف عليه هو نوعي من الفطر هو الفطر الأبيض والفطر المحاري الفطر المحاري هو أسهل للتعامل معه كونه نحنا نحكي على أسر ريفية أو سيدات فهذا يمكن إكساره بالمنزل ويمكن الاستفادة فيه بالمنزل فنحنا نقدم الدعم الفني لكيفية استخدامه بشكل الأمثل وكيف المرأة تقدر تتعامل معه وتقدر تطلع إنتاج جيد جدا وتقدر تستهلك جزء وتبيع الفائد منه لتحقيق قيمة مضافة لهذا المنتج يعني في صعوبات دايما بتواجه أي مشروع الواحد عم يقوم فيه شو هي أكتر الصعوبات اللي واجهتكن وقدرتوا أنكم تتخطوها أو في منها بحاجة إلى مساعدة لحتى تقدروا أنكم تتخطوها حقيقة مثل ما حكيت ببداية مداخلتي أنه نحنا نتيجة تضرر الريف عندنا حاجة كانت كبيرة كتير فالإمكانيات نوعا ما مقارنة مع الحاجة لسه ما وصلوا لمرحلة تلبية كامل الاحتياجات فهذا أحد التحديات اللي عندنا بشكل كبير أنه نقدر نحقق فائدة لأكبر شريحة ممكنة الشيء الثاني من التحديات اللي واجهت مثل ما حكيت أنه فكرة العمل الجماعي والحمد لله قدرنا نتجاوز هاي المرحلة ويصير فيه تناهم بهذه الفكرة بموضوع التصنيع يلزم كمان مواضيع العلاقة بمواضيع تأمين الطاقة نوعا ما من غاز من غيره بلاه فصاروا النساء يتأقلموا مع ظروف مثلا النقص الغاز بشيء معين بالاستعاضة بالحطة بالاستعاضة بأمور تانية بديلة فالأمور بشكل عام إذا فينا نقارن بين الهدف المرجو والهدف المحقق نعتبر حالنا الحمد لله حققنا جزء كبير من الهدف المرجو نعم نحن كتير بدنا نتشكرك وشكرا لكل الجهات اللي عم تدعم المرأة وتحية لكل السيدات اللي أنتجوا اللي أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية من الحرب شكرا كتير شكرا كتير لألك شكرا كتير لأسلم